موسيقى 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 معنا اليوم درس من دروس الوحدة الاولى بعنوان سنابل الخير اول فقرة في الدرس بعنوان سمرة الانفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى درسي بيتكلم عن قصة وهي قصة عبد الله و ابي عبد الرحمن بيقول وقف عبد الله مع ابي عبد الرحمن عند طرف الحقل كانت سنابل القمح الزهبية تميل مع نسمات الهواء قال عبد الله ما شاء الله يا ابي القمح جميل وكثير والمحصول يبشر بالخير يبقى عبد الله وقف مع ابي مع ابي عبد الرحمن عند طرف الحقل و كانوا زعين ايه كانوا زعين قمح سنابل القمح الزهبية كانت تميل مع نسمات الهواء فقال عبد الله ايه بقى ما شاء الله يا ابي القمح جميل وكثير والمحصول يبشر بالخير اه يبقى القمح اللي هما زرعينه كان جميل وكثير وبيبشر بالخير طب تعالا كده نشوف ايه المحصول الجميل والكثير ده كان نتيجة ايه قال الاب الحمد لله هذا نتيجة جودنا واخلاصنا في عملنا يبقى نتيجة الجود والاخلاص في العمل كان ايه كانت نتيجته ان القمح كان جميل وكثير والمحصول يبشر بالخير اي حاجة انت بتتعب فيها وبتعملها بجد وباخلاص بتكون النتيجة مرضية ليك واللي ايه والغيرك واللي حواليك يا ولد وصمرت انفاقنا في سبيل الله وعطفنا على الفقراء يبقى الجود والاخلاص والانفاق والانفاق في سبيل ايه هم كانوا الاسباب اللي خلت القمح ايه جميل وكثير وكان المحصول يبشر بالخير تعالى بقى نشوف ايه هم الاربع اسباب الجود والاخلاص في العمل والانفاق في سبيل الله وعطفنا على الفقراء والمحتاجين والله سبحانه وتعالى بيزيد ويضاعف السواب للمحسنين تعالى نقرى مع بعض الحديث الشريف عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهمة إلا كان له به صدقة تعالى نقرى الحديث كمان مرة طب تعالى نشوف مع بعض شرح الحديث اللي قرناه سوا بيقول المراد من الحديث ان من يزرع اي زرع او يغرس اي شجرة فيأكل منها اي انسان او حيوان او طير له بذلك اجر اي كبير يعني اي زرع او بزرعه او ا اي شجرة انا بغرسها في الارض اكل منها اي كائن حي انسان او حيوان طير له بذلك اي صدقة يعني انا بزرع الاشجار بستفيد من منها ان انا مثلا ببيع المحصول و باحصل على اموال غير باع المحصول اللي انا الاموال اللي باحصل عليها كمان كل الناس اللي اكلت منها او الحيوان اكل منها اوula طير اكل منها او او بردوا باخد اجر اي اي مراد salt عند الله يبقى ليه أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى أقول الحديث مرة كمان عن أنس إبن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهينا إلا كان له به صدقة وزي ما قلنا شرح الحديث أن من يزرع أي زرع أو يغرس أي شجرة فيأكل منها أي كائن حي سواء كان إنسان أو حيوان أو طير له بذلك أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى عند الله سبحانه وتعالى طب تعالى نكمل مع بعض الدرس قال عبد الله نعم يا أبي لقد تعلمنا ذلك أو قد تعلمنا ذلك في سورة البقرة تعالى نشوف الله سبحانه وتعالى بيقول إيه عن سواب المنفقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالا في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولم يحزنون ولم يحزنون قول معروف ومغفرة لهم خير من صدقة خير من صدقتي يتبعوا يا أبا والله ظني حليم صدق الله العظيم أحسنتي صورة البقرة معنا الآيات كانت من 261 إلى 263 تعالوا نشوف مع بعض الكلمة الكلمة والمعنى كلمة مثل معناها صفة وحال كلمة ينفقون يبدون ويقوم في سبيل الله في وبوء الخير معنى كلمة ثنابل جزء من النبات يتكون فيه الحق يضعف يعطي الضعف يشاء يريد واسع كثير الجود والعطاء كثير الجود والعطاء من الشيطان الله العظيم أحسنتي صورة البقرة معنا الآيات كانت من 261 إلى 263 نشوف مع بعض الكلمة الكلمة والمعنى كلمة مثل معناها صفة وحال كلمة ينفقون يبدون ويعطون في سبيل الله في وجوء الخير معنى كلمة ثنابل جزء من النبات يتكون فيه الحق يضعف يعطي الضعف يشاء يريد واسع كثير الجود والعطاء كثير الجود والعطاء كلمة ثناukan كلمة متعبة 跟 حقا سنتعرف على معاني الكلمات التي وردت فيه الآية معنى كلمة مثل صفة وحال ينفقون ينفقون ويعطون ويعطون يريد واسع المن الفخر على من أعطيته الأذى أجرهم قول معروف مغفرة يتبعها أذى غني حليم ليس في حاجة إلى انفاق من يمن ويؤذي أو لا يعجل العقوبة تعالى مع بعض نتعرف على شرح الآية أول آية معنا الآية 261 من سورة البقرة بيقول شابه الذين ينفقون أموالهم في طاعة الله بحبة القمح التي يتم غرسها في الأرض فتخرج لنا السنابل التي تتشعب إلى سبع شعب لكل واحدة سنبولة وفي كل سنبولة مئة حبة والله يضعف الأجر للذين يتصدقون بأموالهم تقربا إليه فهو عليم بمن يستحقه ومطلع على نيات عبادية لبا ربنا سبحانه وتعالى شبه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله بحبة القمح طيب بحبة القمح بحبة القمح حبة القمح التي غرسناها في الأرض طلعت لنا سبع سنابل في كل سنبولة مئة حبة والله يضعف الأموال لمن يستحق هذه المضاعفة والله سبحانه وتعالى مطلع على نيات عبادية يعني من أخرج الصدقة ببنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وبنية مساعدة الفقراء والمحتاجين وليس ببنية الفقر أو العطاء أو التظاهر أو التفاخر ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه ويضعف له هذا الأجر ويعطيه من الأموال الضعف يبقى في الآية الأولى شده الله الذين يصدقون أموالهم بحبة الخمح التي نبرسها في الأرض فتخرج لنا السنابلة وفي كل سنبولة مئة حبة والله يضعف الأذر الذين يصدقون بأموالهم تقربا إلينا وهو سبحانه وعليم بمن يستحقه ومنطلع على نيات عبادية تعالى مع بعض بقى نشوف شرح الآية الثانية إن الذين ينفقون أموالهم في وجوه الخير ثم لا يدبعون ما أنفقوا من الخيرات منا على من أعطوه ولا أذى بقول أو بفعل لهم ثوابهم العظيم عند ربهم ولا يسيبهم الخوف يوم القيامة ولا يسيبهم الغم في الآخرة يبقى الآخرة يبقى الذين ينفقون أموالهم في وجوه الخير ولا يدبعون الصدقة بالمن والأذى يبقى أنا بأنفق في سبيل الله أو في وجوه الخير بس بشرط عدم إدباع الصدقة بالمن والأذى سواء كان بقول أو بفعل طيب اللي حيعمل كده حيخرج الأموال في سبيل الله أو حيخرج الصدقات في سبيل الله من غير من وأذى لهم بقى إيه لهم ثوابهم العظيم عند ربكم ولا يسيبهم الخوف يوم القيامة ولا يسيبهم الغم في الآخرة يعني معنى كده أنهم عندهم سواب في الدنيا وسواب في الآخرة السواب في الدنيا سواب عظيم ربنا حيضعف لهم أموالهم ويبارك لهم في أموالهم طب يوم القيامة لا يسيبهم الخوف ولا يسيبهم الغم أه والغم معناه الإيه الحزني يبقى يوم القيامة لا يسيبهم الخوف ولا إيه والحزن طب تعالى كده منكمل مع بعض شرح باقي الآيات يبقى يوم القيامة آخر آية معنا في الآيات كلام لين وعفو عما بدر من السائل من الحاح في السؤال خير من صدقات يليها إثاء وأذن من المتصدق ولا يعجل الله قابل منان لعله يتوب يبقى ربنا سبحانه وتعالى آآ آآ ممكن إذا كان ليس لك آآ من الأموال ما تعطيها للسائل ممكن أن تقول له كلمة إيه طيبة وإنك تعفو عن الحاح وساعات السائل بيكون ملح في السؤال يطلب الشيء مرة واثنين وثلاثة إنت تكون إيه تكون لين وتعفو عن هذا الإلحاح وتكون لين في الكلام إيه معه يبقى إذا كان لم يكن معك ما تعطيه للسائل ستعمل إيه يكون بالكلمة إيه الكلام الطيب والكلام الليين معه وربنا سبحانه وتعالى الإنسان الذي يمن آآ ويتفاخر بالعطاء ربنا سبحانه وتعالى لا يعجل له العقاب لعله إيه يتوب لعله يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع عن إيه هذا الفعل إيه السائل وهو المن على آآ السائل يبقى السائل الكلام اللين أو الكلمة الطيبة عما بدر من السائل من إضحاح السؤال خير من الصدقة يليها إساءة أو أباد من المتقدس ولا يعجل الله قابل من النام لعله يتوب لعله يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى قال الأب أوضح الله صفة الذين ينفقون أموالهم في طاعة الله فشبههم بحبة القمح التي نغرسها في الأرض فتخرج لنا السنابل يبقى إحنا قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى شبه الذين ينفقون أموالهم في طاعة الله قلنا شبههم بحبة القمح التي نغرسها في الأرض فتخرج لنا السنابل عبد الله كان يتساءل بيقول له إيه ولكن الحبة يا أبي لا تنبت سبع سنابل والسنبل لا تعطي مئة حبة يعني ده إيه ده مش مش أمر طبيعي إن الحبة تخرج سبع سنابل والسنبل ما يكونش فيها مئة إيه حبة يعني ده كتير تعالى بقى نشوف الأب أوضح له ده بإيه قال له هذا مثل ضربه الله اللي يبين لنا سواب قال إيه الصدقة يعني دوت يعني إن الحبة تخرج سبع سنابل والسنبل والسنبل تعطي مئة حبة ده مجرد مثل ربنا سبحانه وتعالى بيضرب الأمثال للناس لعلهم يعقلون ويرشدون يا ربنا بيدينا أمثلة كتير في القرآن علشان يقرب لنا إيه الفكرة فإدينا آآ 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 مثل الحبة التي أخرجت سبع سنابل والسنبلة التي اعطت مئة حبة ده مثل الله سبحانه وتعالى ضربه ليبين لنا سواب الصدقة فإيه ده صدقت إيه بجنيه يمكن أن يصبح سبع مئة جنيه أو إيه أو أو أكثر عند الله. ولكن بشرط اللي احنا قلناهم قبل كده وهنعرفهم تاني. اللي هو ايه؟ عدم اتباع الصدقة بالمن او الأذى. عدم اتباع الصدقة بالمن والايه؟ والأذى. يبقى يبقى الحبة مش بتخرج. تبع ثنابل والصنبولة لا تعطي مائته ايه؟ ولكن هذا مثل برده الله لبين لنا سواد الصدقة. فإذا تطبقنا بجنان يمكن ان يسجح سبعمائة جنيه او اكتر عند الله. ولكن بشروط وهي عدم اتباع الصدقة بالمن. او الأذى. طب تعال كده نتعرف مع بعض تاني على شروط قبول الصدقة. امتى انا اعرف ان الصدقة بتاعتي اتقبلت? انا اخرقت صدقة. تبقى كانت مال او ملابس او طعام اي نوع من انواع الصدقة. ليه شروط لقبول الصدقة؟ طبعا في شروط لقبول الصدقة. اي هي بقى الشروط ان يكون انفاقك؟ لوجه الله لا لنفخر به. فلد. فلد. او فعل. يكون انفاقك لوجه الله بتبتغي من هذا الانفاق. وجه الله سبحانه وتعالى. ولا بقى نتبع هذه الصدقة. او بالقول او بالفعل. او بالفعل ولا يتبع هذه الصدقة لمن والإيه والأذر. طب ايه هو اجر المتصدق في الدنيا والآخرة؟ وعد الله المحسنين الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ان بالثواب العظيم والمغفرة والسعادة في الدنيا والآخرة. قلنا السواب العظيم ان ربنا سيضاعف لهم اموالهم ويبارك لهم ايه؟ اموالا في اموالا في اموالا. ربنا سيضاعف لهم اموالا ويبارك لهم فيها. والمغفرة والسعادة في الدنيا والآخرة. سماحة الدين الاسلام. وعلم يا ولدي ان كلمة طيبة ترد بها السائل زي اللهم يسر لك خير من صدقة يتبعها ايه؟ اذا الاسلام دين سمح يراعي مشاعر الفقير ويكافئ المتصدق. يبقى الاسلام بتاعنا دين ايه؟ دين السماحة. بيراعي مشاعر الفقير وكمان بيكافئ المتصدق. يبقى المتصدق له اجر وثواب. والفقير احنا يجب ان نراعي ايه؟ مشاعره. معيش ما اتصدق به ليس معي ما اتصدق به او ما اعطيه للسائل اقول له كلمة ايه؟ اقول له كلمة طيبة زي ايه بقى؟ زي كلمة اللهم يسر ايه لك. يبقى الكلمة الطيبة؟ صدق. الكلمة الطيبة؟ ترد بها السائل مستكلمة اللهم يسر لك خير من صدقة يتبعها الاداة. يقولنا الاسلام هو دين السماء السناحة يراعي مشاعر الفقير ويكافئ المتصدق. تعال نشوف بعض الاسئلة المهمة التي وردت بالدرس. يبقى ما تمرت الانفق في سبيل الله؟ الثواب العظيم والمخصرة والسعادة في الدنيا والاخرة. كم مرة ما تمرت الانفق في سبيل الله؟ الثواب العظيم والمخصرة والسعادة في الدنيا والاخرة. ما المثل الذي ضربه الله لثواب المتصدق؟ حبة الخمح التي تتشعب الى سبع سبع شعب لكل واحدة صنبلة في كل صنبلة مئة حبة. ما الغرض من تشبيه الله سبحانه وتعالى المتصدقين بهذا المثل؟ ليبين الله سبحانه وتعالى سواب الصدقة فإذا تصدقت لجنيا يمكن أن يصبح تبعمائة جنيا الأكثر عند الله سبحانه وتعالى. ما الجزاء الصدقة التي يتبع صاحبها بالمن والأذى؟ لا يتبعه الله سبحانه وتعالى. ماذا نتعلم من الدرس؟ قيمة العمل والاكتناد وجزاء الصدقة. يبا احنا تعلمنا من الدرس بتاعنا اللي تكلمنا فيه عن ثمرة الانفق في سبيل الله. وقلنا ان ربنا سبحانه وتعالى بيعطي المتصدق أجري جبير في الدنيا والآخرة ويروعي مشاعر الفقير. بس بشرط عدم اتباع الصدقة بالمن والأذى سواء كان بقول او بفعل. اه اتعلمنا جزاء الصدقة وتعلمنا قيمة العمل والاكتهاد. قلنا لما هم اتعبوا واخلطوا في عملهم واكتهدوا في عملهم. ويبشر بالخير. انا سؤال المتفوقين ان شاء الله تجاوب عليه اجابة صحيحة. نسمعوا كده مع بعض السؤال ماذا تفعل اذا لم يكن معك ما تعطيه للسائل. طب لو انا ما عايش ما اعطيه للسائل. هرد بي؟ شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة